ناقش مجلس الوزارة في اجتماعه الاستثنائي في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزارة الدكتور رحمد بن مبارك ناقش المسجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية وفي المقدمة تقلبات سعار الصرف والتحديات المتصلة بالكهرباء وتقييم مستوى الخطة الحكومية للتعاطي معها وقر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية لدراسة خطة الانقاذ الاقتصادية وركزت نقاشات اعضاء المجلس على اهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فقمته هجمات مليشي الحوثي الارهابية وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة وفي السياق طلع مجلس الوزارة على الاشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة عدن وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات اخرى اضافية لضمان استقرار الخدمة